تسجيل 9000 حالة وفاة طيور الدجاج وتوقف بطارية تربية الدواجن المبيض الحديثة لمدة سنة حصيلة وصور تعكس حجم المعاناة التي يتخبط فيها المربي العربي في مؤسسته بحي مزرر ببلدية لمسيلة التي اشتغي بالماء هذا الصرح البطارية الدواجن المبيضة تنتج البيض راه متوقفة مدة سنة من جانب الماء رانا بحاجة ماسة من الماء تأخر تقديم ترخيص لحفر امبير ارتوازي بالمنطقة والاعتماد على صهاري جنمية مشاكل اتعبت كاهل المربي بعفاس مما جعل مؤسسته تسجل تراجع كبير في انتاج البيض هذه السنة المشكلة تعال ما احنا نذرك هذه نجيب لها 20 ستيرنا وال20 ستيرنا بتلحقنا احنا من البلاد اللي هنا يرعى يساعدنا نقولوا يساعدنا تلحقك ما نقدروش ما نقدروش نمشيها بالماء من بانشريوها المربي بعفاس تقدم الى الجهات المعنية بطلب ترخيص بحفر بئر داخل مؤسسته طلب من تجاوبة معه السلطات المحلية بإفادة لجنة للموقوف على حالته عن كثب فأنا بالليل والي هذا ان شاء الله يعطينا ترخيص على خاطر بعت اللجنة جت في سمانة ما سرش منه فات دفعنا الدوسي قالنا اوش خسكم ورق حطيناهم سمانة عيطونا في تليفون قالوا نروحوا جاءوا وخرجوا لهنا ذلك ان شاء الله هنا نستنى مبادرة من الوالي ان شاء الله بالحصول على بئر ارتوازي جديد بالمؤسسة ودخوله الخدمة يراهن المربي بعفاس العربي مع عودة بطارية تربية الدواجة المبيضة الحديثة بتوفير انتاج يصل الى 3000 بيضة في اليوم اشتركوا في القناة